كتير من الناس يعاني من الانفعال يعاني من الهموم يعاني من ضيق الصدر يعاني من ضيق الحال يعاني من الكرب يعاني من الهم الإنسان مكون من أمشاج يعني أخلاط كثيرة يعيش بين حالين بين حال القبض وحال البسط صدره مقبوض أحيانا طيب ما العلاج ما الحل هل تركنا الإسلام نسير في الحياة نعاني مما نعاني بين القبول والبسط نستريح أحيانا ونقبض أحيانا ونتعب أحيانا لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ذكر الله فاذكروني هو سبيل البسط والراحة سبيل دفع الهم الإنسان المشتت يتضجر طالع بيته يدخل عمله يعني ضائق الصدر متعكر الطبع ما لك حزين ليه تعالى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليعالجنا جميعا نجلس بين يديه قال الله في القرآن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذن ضياع الانفعالات والتشنجات العصبية والنفسية كيف عالجها الإسلام عالجها بذكر الله ولذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضيق الصدر له لغة لغة في العلاج لا تعاني ولا تترك نفسك للإعياء سلم أمرك لله توضأ واستقبل القبلة واذكر ربك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لطمئنان في ذكر الله يعني ممكن حتى الأطباء النفسيين أطباء النفسية اللي هم تخصص الأزمات النفسية عالجوا العلل النفسية والأمراض الطبيعية والانفعالات والتشنجات وضيق الصدر بالوضوء وذكر الله سبحانه وتعالى بهذا تصديقا لقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لفت لحاظ قلوبنا إلى ذكر الله يلا بنا نجلس على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل يا رسول الله المهموم يعملي قال صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدى رسوله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده نزلت عليهم السكينة يضيع القلق يضيع الضيق والهم والغم بذكر الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين وصل اللهم وسلم وبارك على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين